عرفت حوادث المرور ارتفاعاً كبيراً خلال صائفة 2024 مقارنةً بثلاث شهور الأولى بذات السنة وفي آخر حصيلة للحماية المدنية فقد سجلت 21 حالة وفاة خلال 48 ساعة الأخيرة خلال موسم الاستياف هنا ارتفعت حوادث المرور 21 وفاة في 48 ساعة الأخيرة بعدما كانت 24 ساعة الأخيرة كانت 7 وفاة وقبلها 14 حالة وفاة سجلتها مصاري الحماية المدنية بمعدن ما يفوق 200 جريح وبهذا الارتفاع الكبير تتعدد أسباب حوادث المرور لكن العنصر البشرية والإفراط في السرعة هم الدافعان الأساسيين لرفع أرقام الحوادث العنصر البشري قبل أن نتحدث عن عدم احتيار مقام المرور لكن الأمور كلها متعلقة نقاط نمعينا لكن في العأسها التصرفات التصرفات السلبية التي يقوم بها مستعمل طرقات وكذلك نخص السائقين بتصرفات سلبية جدا في الطرقات تؤدي إلى حدود هذه الحوادث المرور حتى وإن تعددت الأسباب وارتفعت الأرقام فلابد من التكاتف بين المواطنين والمصاريح المعنية للحد من ظاهرة حوادث المرور وخفض عدد الوفيات التي تعرف منحا تصاعديا كل سنة